تقود الجماهير الويداذية حملت تضامن واسعة مع اللعب محمد أونجم ذلك على خلفية إصرار المدرب الإسباني أخوان كارلوس غاريدو على استبعادها عن التشكيل الأساسية لفريق الويداذ الرياضي بسبب خلاف بين الطرفين فشل سعيد الناصري رئيس الويداذ الرياضي في إيجاد حل النهائي لها على رغم المحاولات المتكررة عبرت الجماهير الويداذية عن غضبها الشديد بسبب إقدام غاريدو للمرة الثالثة على التوالي على إسقاط اسم أونجم من قائمة الفريق الأحمر الذي سافر يوم الثلاثة إلى طنزانيا إذ سيواجه سيمبا يوم السبت المقبل برسم مقابلة دهاب ربع نهائي دور أبطال إفريقيا كما سددت الجماهير الويداذية المحتجة على أنه لا يمكن بحال أن تتم معاقبة أونجم بتلك الطريقة أيا كانت طبيعة الخلاف بينهما مشيرا إلى أن الفريق الأحمر هو أكبر متضرر من قرار إبعاد أونجم الذي تخذ في حقه ولازال يقدم الشيء الكثير للويداذ الرياضي طالبت الجماهير الويداذية لكرة القدم بضرورة وضع حدل هذا الخلاف قبل أن تلحى على ضرورة عودة أونجم إلى صفوف الفريق بالنظر إلى تجربة الكبيرة التي راكمها قاريا وأيضا لقدرتها على قيادة الفريق نحو تحقيق إنجازات جيدة سواء على صعيد المحلي وخاصة الإفريقي والعربي قبل أن تؤكد مرة أخرى أن أونجم يبقى لاعب كبير ساهم في إغناء خزينة النادي الأحمر بألقابة عديدة ستبقى راسخة في أدهان كل محبي الويداذ ترجمة نانسي قنقر